موسيقى الله يا الله الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين يقول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير السبح في اللغة معناه التباعد ومعنى سبحان الله تنزه الله عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه والإسراء هو السير بالليل فالإسراء والمعراج حصلا في جزء من ليلة واحدة والمسجد الحرام سمي بذلك لحرمته وللأحكام الخاصة به منها مضاعفة أجر الصلاة فيه أضعافا كثيرة ووجوده في مكة أفضل بقاع الأرض وتحريم الصيد البر في الحرم والمسجد الأقصى سمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام وكلاهما بناهما سيدنا آدم عليه السلام بنى الكعبة ثم بعد أربعين سنة بنى المسجد الأقصى وسماه الله مسجدا مما يدل على أنه كان عمل كسائر أماكن عبادة المسلمين أتباع كل الأنبياء لعبادة الله الواحد الأحد بالصلاة التي يسجد فيها المسلم لله وقوله تعالى باركنا حوله معناه أن أرض الشام أرض مباركة فقد ثبت في الصحيح الصحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا قالوا وفي نجدنا يا رسول الله قال هناك الزلازل والفتن هناك يطلع قرن الشيطان فأرض الشام مباركة وفلسطين التي فيها المسجد الأقصى من الشام والله تبارك وتعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة فالله تعالى متفضل بها على عباده وقد أيد الله تبارك وتعالى الأنبياء بمعجزات لتكون دليلا على صدقهم والمعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة موافق للدعوة سالم من المعارضة بالمثل وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء معجزات فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب مناقب الشافعي عن الشافعي أنه قال ما أعطى الله شيئا ما أعطى محمدا فقلت أعطى عيسى إحياء الموتى قال أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك وقد قال بعض المادحين إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله اشتركوا في القناة